موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الهدف من هذه الدورة التكوينية هو إعداد الكادر التعليمي في المراكز المخصصة للأطفال من فاقدي السند في غازي عنتاب والذي تشرف عليه رابطة حمص في سوريا الجمهور المستهدف كان بالطبع المدرسين الذين يقومون بمهمة الإشراف على الأطفال في المركزين مركز الأول والمركز الثاني كانت المقاربة النظرية في اليوم الأول تتعلق بمسألة توظيف اللعب في اكتساب اللسان ولا يخفى على أحد هنا أن الأطفال السوريين مضطرون إلى المحافظة على لغتهم الأم اللغة العربية وكذلك هم مجبرون على تعلم التركية ليزاولوا بها تعلمهم في المدارس التركية وكذلك الأنجليزية في اليوم الأول خصصناه للمسألة النظرية اليوم هو اليوم الثاني اشتغلنا ضمن ورشات حسب كل لغة وانتجنا مع المدرسين الألعاب تستهدف مسألة اكتساب اللسان للأطفال أي أن الفكرة هي أن يكتسب الأطفال لسانا جديدا والمحافظة على لغتهم عن طريق ممارسة اللعب وأعتقد في نظري أن المسألة كانت بفضل تعاون الإخوة هنا في المركزين كانت موفقة وأقبل كل أعضاء الكادر التعليمي على العملية النشاط بكل جدية وبكل دافعية وأستطعنا الحصول على ألعاب قيمة أقول كذلك أنها ممكن أن تكون يستفاد بها في المستقبل وهذا ما فعله المشرفون على المراكز حيث أنهم أرشفوا هذه الألعاب لاستعمالها استعمالا مستقبليا في نهاية هذه الدورة أعبر عن سعادتي بهذا العمل الإنساني الذي أجد أنه يدخل دائما في باب رد الدين إلى الإخوة في سوريا وأعبر عن استعدادي كذلك لوضع كل ما أملك من خبرة على ذمة الإخوة الذين يحتاجون إليها وإلى اللقاء إن شاء الله في دورة تكوينية أخرى